وإحنا بنتكلم في نقطة يعني خلاص إحنا دخلينا على أولمبياد لازم يبقى اللعيبة أعتقد متحصنة التعبير اللي حضرتك يعني قلته قبل الهواء لازم تكون اللعيبة متحصنة لأن في دول تانية بتلجأ للتجنيس طبعا ولو إحنا بنتكلم على يعني كواليتي أو جودة لعب أعتقد ما فيش أفضل ولا أجود من لعبين المصريين تحديدا فإزاي نقدر اللي إحنا نحمي أولادنا؟ زي نقدر نعمل إتاحة لهم في كل يعني المطلوب في هذه اللعبة تحديدا وفي نفس الوقت دور بقى هنا المجتمع المدني يعني أعتقد عندك إرادة سياسية وعندك دعم موجود ويمكن سعيدة السيد الرئيس تحدث عن فكرة رفع المكافآت للأبطال اللي موجودين ويمكن دي كانت حاجة مهمة وسأل بشكل شخصي الوزير الشباب هم بياخدوا برأيه عشان نقدر نقرب الفرؤات شوي عشان نحفز على أولادنا لكن فين برضو معلش رجال الأعمال وفين السبونسور أو الرعال اللي إحنا نقدر نحمي بهم ونزود الدعم لهذه الأبطالية والله هو بس أنت نقطة جميلة جداً أثرتها وبس هو حالين زمان أيام ما كنت بقى لعب كان أحمد براد هو الوحيد اللي عنده سبونسرشيب لعب واحد دلوقتي فيه أكتر من 20-30 لعب ولعب عندهم سبونسرشيب يعني أنا شايفش تاركات كتير ريال استيت بقت بطارع اللاعبين بقوة البنوك بتارع الناشئين بقوة البنوك معلية البنج الأهل برع الناشئين لنبصل المستقبل فيه بنوك تانية بتبصل الرجال لأقوة سيدات أكتر بس إحنا مع طبعاً الفيوتشر المستقبل إيه في الناشئين ده محتاجين دعم أكتر محتاجين يبقى فيه كنترول ما بين فيه تنصيق